إذا تولى الناس عنك إذا استخف بك الناس إذا عاملك الناس معاملة سيئة إذا زهد فيك الناس لا تظن أنك عند الله قليل فإن تولوا فقل حسبي الله يعني الله يكفيني لا أريد أحدا من هؤلاء الناس أنا يكفيني هذا الإله العظيم فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا يملك الضر والنفع إلا الله لا يملك شفائي من المرض إلا الله لا يملك عمري وحياتي إلا الله عز وجل لا إله إلا هو هو إله واحد فقط عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الغريب هنا لماذا يذكر الله تعالى العرش مع التوكل يعني ما هي الدلالة يعني أنظروا هذه الآية فيها مزيج حسبي الله عليه توكلت العرش العظيم تسلسل وبدأت الآية فإن تولوا يعني عندما يتولى عنك الناس عندما تجد نفسك ليس لك قيمة في مجتمع لا يقدرك ولا يعطف عليك ولا يهتم بك لا تجد من يقرضك القليل من المال لا تجد من يسمع نداءك في هذا العصر المظلم للأسف الله عز وجل أعطاك هذه الآية لتتذكرها وتحفظها وترددها وتطبقها على الواقع الذي تعيشه فإن تولوا ما هو الإجراء العملي فقل حسبي الله يجب أن تقول هذه الكلمة من أعماق قلبك حسبي الله وأنت تستشعر عظمة هذا الإله ولكن هنا الحقيقة الإنسان ضعيف ولا يعلم من هو الله عز وجل لا يستطيع أن يدرك هذا الخالق العظيم لذلك لا بد أن تتوكل عليه وتسلم همومك وأمرك وكل شيء في حياتك سلمه لله عز وجل لأنه رب العرش العظيم فهذا الخالق العظيم الذي هو رب العرش رب العرش سبحانه وتعالى الكون كله السماوات والأرض لا تساوي بالنسبة لهذا العرش إلا أقل من ذرة يجب أن تتخيل ذلك في دماغك يجب أن تتخيل أن كل هذه الأرض بما فيها من مليارات البشر بما فيها من غني وفقير وذوي سلطان كل هؤلاء بالإضافة للمجرات بالإضافة لكل الكون هو ذرة أو أقل من ذرة أمام عرش الرحمن عز وجل طيب هذا الإله العظيم رب العرش العظيم سبحانه وتعالى يعني يعجز عن حل مشكلة لعبد فقير مثلا يعجز أن يرزق عبدا يقول لا إله إلا الله لا يعجز لذلك هنا أخي الحبيب هذه الآية والله هي علاج لمن يأس من الناس علاج لمن تولى عنه الناس علاج لمن خذله الناس يقول لك الله عندما تمر بهذه الحالة وتجد نفسك وحيدا لا أحد يكترث بك فقل حسبي الله قل أنا لا أريد شيئا من هذه الدنيا ولا أريد شيئا من هؤلاء المخلوقات لأنهم بشر ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعا أو ضرا لا يملكون أي شيء فإذا كان أحدهم لا يستطيع أن يضر نفسه أو ينفع نفسه سينفعني أنا أو يضرني فقل حسبي الله لماذا أنا يكفيني الله لأنه لا إله إلا هو لو كان هناك آلهة متعددة كما يعني يدعي البعض إذن لذهب كل إله بما خلق لأصبح الكون عبارة عن فوضى ولكن لأنه إله واحد عليم حكيم فأنا عليه توكلت وتوكل هذا ليس على إله ضعيف أو إله غير قادر أو إله غائب عن الكون أو إله خلق الكون وتركه لا 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 إنه رب العرش العظيم هذا الخالق العظيم يستطيع أن يسخر الكون كله لخدمته في ثانية أو أقل من ثانية إذن لماذا ألجأ لغيره لماذا أذهب إلى فلان وفلان وفلان وأخذ ما يسمى بالأسباب وكذا وكذا والله موجود يقول لي فقل حسبي الله لا إله إلا هو لذلك أيها الأحبة أختم معكم بهذه الآية رجاء يعني هذه الآيات أرجو أن تحفظوها على الأقل أن تلقى الله وأن تحافظ لشيء من كلامه كيف ستلقى الله يوم القيامة؟ كيف ستنزل إلى هذا القبر؟ كيف ستقابل ملائكة الموت لحظة الموت؟ من الذي سيدافع عنك؟ إنه القرآن إنه كلام الله الذي في صدرك فعلى الأقل احفظ ولو آية من القرآن ورددها عسى أن تكون حلا لمشاكلك في الدنيا ونورا لك في قبرك ونورا يوم لقاء الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته